السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباكم من جديد في حلقة جديدة في الحلقة دي حنتكلم عن تأثير انسحاب المنتخب المغربي من بطولة الشان بطولة أمم إفريقيا للمحلين الخلاص على وشك إنها تبدأ في الجزائر حنتكلم عن تأثيره على مجموعة منتخبنا الوطني ونظام التأهل من هذه المجموعة وهالحظوظ منتخبنا الوطني ارتفعت أكتر وبقت في طور المتأهلين بعد انسحاب المنتخب المغربي وحنتكلم كمان أول حاجة حنبدأ بسبب انسحاب المنتخب المغربي بكل بساطة ما أشيع في التواصل الاجتماعي أو حتى في الإعلام المرء والمسموع بشكل عام إرهاصات الجماعة كانت لها أكتر من شهر بأن المغرب ما حتكون موجودة في الجزائر لكن قبل عشر ساعات الناس بتحاول إنه الشك وتكون من الاتحاد المغربي للكاف في إنه مفروض يضمن إنه الطيارة المغربية هي التي تقل المنتخب المغربي لداخل أراضي الجزائرية وده الشيء اللي أعتقد رفضه الجزائر ومؤكدون المشاكل لها أبعاد تانية الناس مع رفاق أو حتى التوترات الناس ما بتتمنى إنها تصل لإنها تكون مشاكل وده اللي نحن ما بنتمناه دايما ومؤكد إنه انسحاب المنتخب المغربي من البطولة بطولة الشان اللي موجودة في الجزائر أو حتى 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 تقام في الجزائر مؤكد إنه حتنقص الكثير من قيمة هذه البطولة ومؤكد بأن المنتخب المغربي على مستوى كاس العالم عام النتائج عالمية ومؤكد إنه ذاك منتخب تاني كمحترفين لكن كسمعة الحاجة التانية المهمة المنتخب المغربي هو بطل لهذه النسخة مرتين على التوالي وهو آخر بطل وكمان يعني مؤكد إنه حتى بين الأشقاء والمنتخبات الموجودة في شمال أفريقي هي دايما ما بتقوي البطولة ونحن حاليا لا بنشوف تونس ولا حتى مصر ولا حتى منتخبات كبيرة جدا جدا حاليا نضم المنتخب المغربي ممكن جدا نتعرض لعقوبات ده بعد ذاك على حسب قوة الاتحاد أو الجامعة المغربية مع الاتحاد الأفريقي لكن من الواضح إنه المشكلة فيها اتفاق بإنه المنتخب المغربي انسحد من البطولة مع الاتحاد الأفريقي بحكم الاتحاد الأفريقي ما ضمن إنه أقنع الاتحاد الجزائري أو حتى الجزائري كحكومة بإنه المنتخب المغربي إيجي بطيارته الخاصة الخاصة بالبلد هي تحط الرحال في مطارات الجزائر وده أعتقد أن الموضوع ما يتلمى بالمستوى الأفضل عشان يضمن مشاركة المنتخب المغربي في هذه البطولة حنتكلم عن تأثير اللي هو انسحاب المنتخب المغربي على مجموعتنا المجموعة اللي بتواجد فيها المنتخبنا الوطني أول مواجهاتنا جماعة نحن في البطولة كان مفروض تكون مع المنتخب المغربي ومواجهة نحن مؤكد بنأمل فيها الكثير إنه نصر بمستوى أفضل ونحقق فيها نتيجة إيجابية من الطبيعي لما نتلعب مع البطل السابق فإنت بتحاول بقدر الإمكان تتحسن وتلعب بمستوى أفضل وقدرت تطلع بالتلاطة نقاط فهو إنجاز ولو قدرت تطلع بالنقطة الوحيدة فهو شيء ممتاز لدرجة بعيدة وإن خسرتها فأعتقد إنه من الطبيعي إنك تخسر من البطل وكمان حتى الكرة المغربية هي مستوها أعلى فبالتالي كان هدفنا إنه في المباريات الثانية اللي هي على مستوى مباراة المنتخب الغاني والمنتخب المتقشقري أنت بتحاول بقدر الإمكان تلعب مع ديل عشان تقدر تضمن بطاقة التأهل مع المنتخب المغربي بحكم إنه كمنتخب مفضل على كل الموجودين في المجموعة وحتى في البطولة كلها بحكم إنه هو البطل نظام التأهل في البطولة كلها هي خمس مجموعات من الثلاثة مجموعات الأولى بيتأهلوا اثنين من كل مجموعة عشان نعمل نظام دور التمانية المجموعات الرابعة والخامسة فيها ثلاثة منتخبات لكل فريق حيتأهل منهم منتخب واحد فبالتالي حتكمل معاك ثمانية حيلعبوا دور التمانية ده الوضع الطبيعي بالنسبة للنظام التأهل في البطولة بشكل عام نحن متواجدين في المجموعة الثالثة اللي هي من المجموعات اللي فيها أربع منتخبات اللي حيتأهل منها اثنين انسحاب المغرب حيدينا فرصة نحن كمنتخب وطني بشكل متميز فرصة كبيرة إنك تتأهل للدور القادم بحكم إنه اللي حيطلع من البطولة دي هو واحد بحكم إنه المغرب انسحبت خلاص فبالتالي مواجهاتك حتكون أمام المنتخب الغاني كمواجهة أولى حتى المساحة بين المواجهة الأولى والمواجهة الثانية فيها أيام الآن ما حتلعب يوم 15 ممكن تلعب يوم 17 أو حتى 18 فبالتالي لسه عندك فرصة وفترة للتحضير حتى اللعب اللي حينضموا من المنتخب من السودان للمنتخب الوطني لسه عندهم فرصة للانسجام والتطور وكمان حتى تعديل الأخطاء اللي كانت موجودة في المواجهة الأخيرة أمام المنتخب الكاميروني فبالتالي مواجهتك أمام غاني حيكون فيها تحدي كبير جدا في إنك كيف أنت كدوري سوداني خلاص في المجموعة ممكن جدا تكون في صف واحد مع المنتخب الغاني أنا ما بقول عندنا أفضلية كاسحة للمستوى اللي بيشوفه لأمدياتنا في الفترة الأخيرة وكمان حتى بيشوفه لمنتخبنا الوطني اللي هو بياخد أفضل اللاعبين على مستوى الدوري بيلعب بمستوى سيء جدا أمام الكاميرون وحتى أمام أوغندا فبالتالي ما بتقول إن إحنا أفضل من غانا بشكل كبير بيخط نفسنا في نفس المرتبة مع المنتخب الغاني في إنك تلعب معه بمستوى أفضل ومن الطبيعي إن واحد يقول لك خلاص كمنتخب سوداني إنت مفروض المواجهة الأولى اللي حتكون بينك وبين المنتخب الغاني مفروض يعني على أسوأ الفروض تنتهي بالتعادل فبالتالي بعدك تكون الأنظار كلها تتحط على مواجهتك أمام المنتخب المتقشقري عشان إنت تحاول تفوز عليه وممكن جدا ترافق المنتخب الغاني إلى دور الثمانية مش ممكن ذا اللي مفروض يحصل في المواجهات طالما المنتخب المغربي منحك أنت كمنتخب سوداني بطاقة التأهل قال لك اتفضل بس مد يدك واستلم بطاقة التأهل للدور القادم أعتقد أنه ما حيحصل تعديل في نظام التأهل من هذه المجموعات بحكم أنه خلاص كل شيء مترتب على كده انسحاب المنتخب المغربي ما حيلقي بضراره على مجموعاتنا في أنه حتعدل نظام التأهل فيها بحكم المنتخبات ومجموعاتها وما عندك منتخب حيضمه للبطولة أنه خلاص على وشك ثلاث أيام والبطولة تبدأ عشان كده منتخبه للبطني في مواجهته الأولى أمام المنتخب الغاني طبعاً كان حيلعب أمام المغرب المغرب انسحبت حيلعب أمام المنتخب الغاني كمواجهة أولى وحيكون عنده فائض أيام يقدر يركز فيها أكثر ويعدل لك كثير من الحاجات اللي كانت غير جيدة بعد ذلك يختتم مواجهاته في المجموعة بمواجهة المنتخب المتقشغري الأهم منك أنت تلعب مواجهتين بس نتيجة إيجابية في مواجهتك الأولى أمام المنتخب الغاني مهم جداً ما تخسر في مواجهتك الأولى بعد ذلك منتخب منتقشغر أعتقد أنه يمكن يكون عندنا عليه بونت أو حتى عندنا أفضلية عليه وفي أنك تلعب بمستوى أفضل وتحاول بقدر الإمكان تكسب المواجهة بعدد وافر من الهداف بعد ذلك تنسى مواجهة غانا معامل تقشغر وتحاول ممكن جداً تفرض نفسك في المجموعة وده اللي مفروض يكون في أنك تفرض نفسك في المجموعة كبطل لهذه المواجهة عشان برضو تحاول تتفادى من الحقيق في المجموعات الثانية وفي نظام التهول لدور الثمانية من المهم جداً أنه بعد انسحاب المقرم السودان يحسس نفسه أنك تمنتخب المفضل أنك تكون في المركز الأول من هذه المجموعة ويما عدا دشي الطبيعي يعني السفة الموجود على مستوى الصوشال ميديا والضحك الموجود في الصوشال ميديا وعدم الدعم وعدم اللامبالاة حتى في حب الوطن في أنه الناس اللي بتتكلم بطريقة غير جيدة على مستوى أزياء المنتخب وغيره وغيره وطريقة الكلام وغيره يما عدت تفاصيل كثير جداً في المنتخب الوطني اللعيبة والجهاز الفني وحتى هم عندهم دور دايماً الأجهزة الإدارية هي اللي دايماً بتحاول يتظهرك بمستوى سيء جداً يتظهرك بمستوى متميز جداً حتى المكاتب الإعلامية ياسي المنتخب وصل المطار مباشرةً قدموله الضيافة ما شفته في العالم واحد بيقدموله الضيافة مباشرةً قاعدين مع المدرب ومساعد المدرب والكابتن ونايب الكابتن والبعد وكلهم بتتكلم معهم مثل الإعلامة المغربية أو حتى الجزائرية بتتكلم معهم مباشرةً فور وصولهم وهم بيقدموا لهم الضيافة فبالتالي دايماً ما بيكون في شيء تنظيمي خاص بالمكتب الإعلامي إنه ياخد الناس كله على جنبه ودوم التصريحات الخاصة بالاتحاد السودان لكرة القدم المنتخب عام الواحد اثنين ثلاثة أربعة معسكراتنا حتكون كده وكده وكده عندنا التحضيرات حتكون واحد اثنين ثلاثة أربعة عندنا برنامينا حيكون في ضم لعيبة جدد من السودان إعلان قائمتنا كده أي تفصيل خاصة من المنتخب الوطني فور وصول المنتخب من معسكر والحكام في تونس بالتالي مفروض يكون في مكتب إعلامي لكن حاليا المكتب العلامي لا وجود له مع المنتخب الوطني لا شفنا قائمة طلعت للمنتخب الوطني لا شفنا تشكيل لا شفنا بودلاء لا شفنا حتى نتيجة منتخب بيلعب أمام أوغندا تعادل اثنين اثنين وحتى أمام المنتخب الكاميروني بتخسره أنت باثنين مقابل لا شيء الاتحاد الكاميروني زي ما تكلمت من قبل عامل بس مباشر مميز أفضل من النقل التلفزيوني الخاص بالدوري السوداني عشان كده نحن واحد من المشاكل الكبيرة جدا اللي واقعين فيها أنه الإدارات الموجودة هي سبب كل شيء خاص بالظهور السيء جدا والناس بتلون في اللاعبين أنه ده عنده بيأكل كيف وعنده بيعمل كيف ومعارف ده تفصيلته كيف وده كلامه كيف وده لابس جاكا وده لابس تيمبو وده لابس أديدس دي كلها خاصة الأزياء اللبس الغيره والتصريحات وكله خاص بالاتحاد السوداني لكرة القدم في طريقة إدارته للمنتخب وكمان حتى في ما هو الشيء البرتوكول الخاص بتنظيم المنتخب في أنه يعني تفاصيل كثيرة جدا تخص المنتخب الوطني بزيء من الاتحاد السوداني لكرة القدم عشان كالناس متعاين في الفيل وتطعن في ظلو في إنات هاجم اللاعبين ده الوقت بتاع الدعم المغرب حاليا أدتك فرصة أنك تتأهل للدور الثاني من هذه البطولة من دور الثمانية والطبيعي أنك تتكون مع بعض دور الأربعة أو دور الأربعة على أسوأ الفروض فبالتالي الناس تحاول تدعم منتخب الوطني في مواجهاته القادمة أمام المنتخب الغاني وبعدها المنتخب المتقشقلي وبإذن الله تعالى نكون في الدور نصف النهاي كأقل تقدير ممكن نلقاو من لعبة منتخب الوطني وكتقييم لدورينا وجماعة دي بطولة أمم أفريقيا للمحليين عليها كمان نقاط وممكن جدا عليها تحسين تصنيف وكمان حياة كثيرة جدا تخص منتخب الوطني في الفترة القادمة فده الشيط طبيعي إن إحنا في الفترة الجاية غير الدعم ما عندنا حاجة ممكن جدا ننتقل شي فني نتكلم عن تغييرات نتكلم عن مستوى نتكلم عن مردود لكن دايما السودان هو الأول بالنسبة لنا دايما كنحنا كشي نحنا دعمين له دايما على كل المستويات وعلى كل الفروض الموجودة سواء كان ظهرنا بشي سيء أو حتى ظهرنا بمستوى بيكون عالي ده شي مفروض علينا وإن إحنا حيين طالما إحنا دايما سودانين محبين لبلدنا وماشيين كمان إن شاء الله بإذن الله تعالى خطوة لقدام وفي البطولة دي أنا بإذن الله تعالى ثقة في ربا وفي لعبتنا هنفرح بإذن الله فينا نتقدم بشكل متميز في هذه البطول ونقدم مردود يرجعنا لالفين وسبعتاشر وكمان حتى البطول اللي قيمت في السودان فيننا أحرزنا المركز التالت إن شاء الله ناخد ما بعد المركز التالت اللي هو كمركز ثاني أو حتى كمركز أول وليه لا ده إن شاء الله هنشوفه في فترة الجاية نحن ندعمين لمنتخبنا الوطني بشكركم دايما على حسن المتابعة إن شاء الله دايما تامين ولامين شكرا لكم